مع اندلاع الحرب الإجرامية على قطاع غزة انخفضت نسبة جرائم القتل داخل المجتمع العربي إلى أكثر من 60% وذلك في الوقت الذي تتحرك فيه كافة الأجهزة الأمنية لمتابعة تحركات المجتمع العربي بما في ذلك منظمات الإجرام فيه ليتبين وبشكل غير مفاجئ أن أجهزة الأمن لديها القدرة لردع الجريمة في البلاد كل الإدعاءات وكل المطالبات التي كان يطالبها المجتمع العربي سواء من المسؤولين والسياسيين والمختصين الذين يتعاملون مع الجريمة أنه إذا كانت هناك قبضة أمنية وحصار للمنظمات الإجرامية على وجه الخصوص تنخفض الجريمة ما دائما كانت تتهرب منه الشرطة أنها كانت تتهرب بإدعاءات فارغة وبالفعل على أرض الواقع لم تكن هناك قبضة أمنية شديدة على المنظمات الإجرامية ولم يكن حصار لها ولكن اليوم نرى أن المنظمات الإجرامية قد عادت إلى الوراء خطوة أو حتى إلى خطوتين أكثر لأن المنظمات الإجرامية بطبيعة الحال تقيص ما بين الخسارة والفائدة فإذا رأت المنظمات الإجرامية وعناصر هذه المنظمات أن الخسارة سوف تكون أكثر من الفائدة لذلك هم يجمدون عملهم أو يتخذون خطوة أو خطوتين إلى الوراء منذ السابع من تشرين الأول وحتى يومنا هذا بلغ عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي 13 قتيلاً ما يشير إلى انخفاض قياسي بالمقارنة مع شهر أيلول الماضي في طرح تساؤلات كثيرة حول عدد ضحايا الجريمة في اليوم الأول ما بعد انتهاء الحرب هون لا بد الإشارة لشغلتين كبار ومعينات الأولى أنه إذا أرادت الشرطة تستطيع كانوا ينفذوا سياسي عليا أنه الوسط العربي أو الجمهير العربية هن الساحة الخلفية لدولة إسرائيل يعني ما بهم من شو بصير فيها وكان هدفهم وهدف حكوماتهم المتعاكبة أنه فسخ النسيج الجمهير العربية حتى يتسمى لهم تمرير كل مؤامرات ضد جمهيرنا العربية الناس موجودة في حالة انتظار وعدم رؤية واضحة للمستقبل وكثير من الأمور أنا بتخيل أنه تأجلت بتأمل وبتمنى أنه إذا تأجلت تلغى تماماً ما يحدث اليوم في المجتمع العربي حيال الجريمة المنظمة يشير بوضوح إلى تواطئ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وكيف يمكن للشرطة أن تلجم الجريمة فيما لو وجدت الإرادة لديها حيث تنجح في ذلك عندما تدخل البلاد في وضع أمني استثنائي بسبب الحرب المتواصلة على غزة